الذي حدث أنهم اغطروا بكسرة عددهم وهذا ثابت في كتاب الله سبحانه وتعالى ويوم حنين إذ أعجبتكم كسرتكم فلم توني عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبا ثم وليتم مدبرين ثم وليتم مدبرين اغطروا بكسرتهم أكبر عدد يعني كانوا في فتح مكة عشرة ألاف الآن تخطوا الاثنى عشرة ألفا وقالوا هذا الكلام قالوا هذا الكلام لن نهزم اليوم من قلة هذا الكلام قيل لكن من الذي قاله يعني الحقيقة الرويات جاءت مضطربة في هذا الأمر ومثلا زكر بعض أصحاب السير أن الذي قال ذلك هو رسول الله عليه الصلاة والسلام وأنت تتعجب وهذا لم يصح سندا ولا متنا لم يصح من جهة السند أن ذلك سابت عن النبي عليه الصلاة والسلام ولا من ناحية المتن هل النبي عليه الصلاة والسلام الذي يعلم الناس أن النصر من عند الله سبحانه وتعالى يقول لن نهزم اليوم من قلة فهذا يعني مستبعد تماما أن يقوله النبي عليه الصلاة والسلام والقصة ليست صحيحة لا سندا ولا متنا وبعض أصحاب السير قال القائل هو أبو بكر رضي الله عنه صديق وأيضا هذا القصة لم تصح سندا وأيضا لا تصح متنا وأبو بكر رضي الله عنه هو أبو بكر لا يقول هذا الكلام لكن هو قيل هو قيل لأن القرآن ذكر أن ذلك قاله البعض إذا اغطر المسلمون بكسرة عددهم هذا سببه من الأسباب من الأسباب أيضا أنه خرج مع صحابة الذين خادوا غمار الحروب مع النبي صلى الله عليه وسلم ولقوا ما لقوا في كل الغزوات وفي كل الصرايا خرج معهم مسلمة الفتح أو ما يسمى عند أهل السير والمغازي بالطلقاء وخرج معهم بعض الأعراب يريدون الغنائم السريعة والنصر السريع فقالوا إن كان النبي عليه الصلاة والسلام المسلمين دخلوا مكة هكذا يعني سريعا فأيضا سيكونوا بإمكانهم سريعا أن ينتصروا على هوازن وصقيف وأن نغنم معهم الغنائم يبه هؤلاء لم يخرجوا من أجل إعلاء لا إله إلا الله وإنما خرجوا من أجل الغنائم ومن أجل الأموال وأيضا خرج بعض المشركين ممن أعطاهم النبي عليه الصلاة والسلام الأمانة إلى حين كصفوان ابن أمية وهؤلاء منهم من عندما رأى هزيمة المسلمين في أول الأم فإنه شمت في ذلك وابتعج في ذلك حتى أن أخا لصفوان ابن أمية صاحة لما رأى الهزيمة صاحة بأعلى صوتي فرحا اليوم باطل السحر أي سحر محمد عليه الصلاة والسلام اليوم باطل السحر فأنكر عليه صفواني الذي كان مزال كافرا وقال اسكت فض الله فاك يعني أغلق الله فمك لأن يربني أن يكون أميرا علي رجل من قريش خير أحب إلي من أن يربني رجل من هوازن يعني أن يكون أميرا هذا من باب العصبية من باب العصبية أن يكون أميرا علي رجل من قريش أحب إلي من أن يكون الأمير علي رجل من هوازن من هوازن فهذا قاله كما قلت إذن في خليط الآن خليط من الناس من المقاتلين مع النبي عليه الصلاة والسلام وأيضا خرج هؤلاء ولم يستعدوا استعدادا كاملا للحرب خرج منهم فريق يعني منهم حتى خرجوا حاسير الرؤوس ليس عليهم الخوزات ولم يتجهزوا بعدة الحرب كما قلت الأمر ظنوه سهلا يسيرا نزهة فهذا أيضا هذه أسبابه يعني ما أعدوا ما استطاعوا من قوة كما أمرهم الله سبحانه وتعالى